رغم أن العاصمة الأمريكية واشنطن تعتبر من أكثر المدن سراءً كما أنها لم تتأثر كثيراً بالأزمة فإن أزمة غذائية تواجه الكثير من المواطنين في العاصمة نظراً لازدياد عدد المهمشين والمشردين فمنذ 2007 ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات إلى 25% من العائلات والمراهقات والأطفال مما زاد من تخوف الجمعيات الخيرية الذي أراه هو المزيد من العائلات أرى المزيد من النساء مع أبنائهن في الماضي لم يكن هناك سوى الرجال الغذاء المتروك يذهب إلى ملاجئ النساء والملاحظ أن عدد النساء زاد أكثر فأكثر من المراهقات إلى البالغات يوزع البنك الغذائي 15 مليون طن من الأطعمة سنوياً التعاون مع شبكة من الجمعيات الخيرية المنتشرة في أرجاء العاصمة البنك الغذائي ضروري في عاصمة بلادنا لأن هناك ما يقارب 680 ألف شخص مهدد بالمجاعة إنها من أغنى المدن وتتواجد في أغنى بلد في العالم ورغم ذلك فلازلنا نرى أشخاصاً يلجأون إلينا بحثاً عن مساعدة غذائية الأغذية تأتي عادة من تجار التجزئة والمصانع والمتبرعين الخواص الذين يظهرون قدراً كبيراً من التعاطف والتضامن مع مواطنيهم البنك الغذائي هو منظمة غير ربحية يديرها 130 عاملاً وألاف من المتطوعين في كل عام يتطوع أكثر من 18 ألف شخص لمساعدة المحتاجين في عاصمة أغنى بلد في العالم هؤلاء المتطوعون يقدمون العاطفة والتضامن على أشياء أخرى مما يجعل أمريكا قوية عندما تفشل الحكومة عندما تفشل الحكومة Stefan Grobe, EURONEWS, WASHINGTON